تمتلك طهران عشرات الميليشيات والمنظمات المسلحة التي تنتشر في دول عربية لزعزعة استقرارها وتثبيت النفوذ الإيراني ففي العراق يسيطر وكلاء إيران على الدولة من خلال ميليشي الحشد التي تتكون من عشرات آلاف المقاتلين وقد دفعت ضغط الإيراني الحكومة في العراق إلى إطفاء الشرعية على هذه الميليشيات في العام 2016 حيث زودتها بالموارد المالية الكبيرة والأسلحة الثقيلة كما تحولت هذه الميليشيات إلى كيانات سياسية بارزة باتت تسيطر على أغلب وأهم خطاعات الحياة ومفاصلها في العراق وقد وصفت شبكة CNN الأمريكية هذه الميليشيات مؤخرا بأنها مصدر الانقسام والكراهية في العراق وقالت إن تفكيك ميليشي الحشد في العراق يعتبر خسارة لإيران التي تتمسك بالحفاظ عليها لأنها تحقق طموحاتها الأقريمية وتسخرها في الصراعات وزادت إيران نفوذها في المنطقة بعد اندلاع الحرب السورية حيث حشد النظام الإيراني عشرات الآلاف من مقاتلي ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيات شيعية أخرى من العراق وباكستان وأفغانستان للقتال إلى جانب قوات النظام السوري وبرزت ميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية مثل بدر وميليشيا حزب الله العراقي والعصائب والنجباء كأقوى شركاء لإيران على الأرض في سوريا إذ عاهدت إليهم بمهمة تدريب الميليشيات الشيعية القادمة من أفغانستان وباكستان كذلك لم يسلم اليمن من المحاولات الإيرانية للسيطرة عليه حيث وجدت إيران الفرصة سانحة أمامها لدعم جماعات شيعية على رأسها ميليشيا الحوثي للتأثير في مجريات الأحداث هناك وبناء على ذلك قامت ميليشيا الحوثي بعملية انقلاب على الشرعية الدستورية في اليمن ونتج عن ذلك تأجيج الصراعات الداخلية والخارجية ودخول اليمن في دوامة من العنف وسفك الدماء وباتت ميليشيا الحوثي اليوم في قلب المواجهة التي تقودها طهران ضد الدول العربية باعتبار أن إيران لا تقوم بأي دور إيجابي في اليمن ولا يمكن أن يسمح لها بأي دور مستقبلي هناك د ceux نزña دور باعتدام وإنه